لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المعلومات المتوفرة لدينا تقول بأن هناك من سقور المؤسسة العسكرية إن صحات التسمية من يدفعون إلى مرحلة انتقالية في الجزائر إما مثلا وفيها بعض المقترحات إما أن يتخذ قرار باسم الرئيس يعلن فيه الاستقالة بسبب وضعه الصحي وإيمانا منه بضرورة أن تستمر الجزائر في استقرارها وفي المسار الذي بدأناه في 12-12 وما إلى ذلك ونظرا تماشيا مع التطورات التي تجري والتحديات التي تواجه الجزائر رئيس الجمهورية يعلن استقالته والتفرغ لوضعه الصحي وللعلاج هنا أمامهم أن رئيس المسار الدستوري إذا لجأوا إلى هذه الطريقة يكون هنا المسار الدستوري وفقا لتحدثناه عن طريق العزل أو عن طريق إعلان الوفد وهو الذي ذكرناه في المسار الدستوري المؤدي إلى انتخابات رئاسية في غضون المدة الموضحة في الدستور أو أنه يعلن هذا الأمر وتتجه الجزائر إما إلى انتخابات رئاسية وفق المسار الدستوري أو أنه يتم الإعلان عن مجلس رئاسي وهذه من بين المقترحات التي تجري قائمة حيث سيقولون بأن هذه المرحلة انتهت وأن الأفضل أن نجعل مجلس رئاسي في ظل أوضاع وتحديات سيبدعون في توصيفها ويتجهون نحو مجلس رئاسي هذا المجلس الرئاسي تم الحديث عنه من قبل في الأيام الأخيرة من بوتفليقة في ذلك الاجتماع الذي اجتمع فيه سعيد بوتفليقة وترتاق وتوفيق وحضرة الوزح النونو وكانوا استنجدوا باليمين زروان وتحدثوا في ذلك الوقت عن مجلس رئاسي إذا عادوه الآن بنفس الطريقة معناها الجزائريون سيعتقدون أنه التوفيق وجمعت ورجعوا بقوة ونفذوا ما كانوا يريدون بل ستفتح حتى تساؤلات عن الرئيس بل يجري الحديث حتى عن انقلاب على الرئيس وأن الرئيس أصيب بكورونا متعمدة تم الانقلاب عليه أي هو أن الاستقالة هذه ليست استقالة اختيارية بل إجبارية أجبر عليها من طرف العسكر بكثير من السليب وسيتحدثون عن عائلته في الجزائر والسيناريوهات والأخبار والتحليلات لن تتوقف عند هذا الحال أو أنه تكون طريقة جديدة ربما يفكرون في طريقة جديدة هنا وصلتني معلومات ونتمنى من الأخ كريم طابو أن ينفيها أو يؤكدها أنه هناك من اتصل بكريم طابو وتحدث له في موضوع هذا الترتيبات حتى الرسالة التي أرسلها كريم طابو ردا على المرحلة الانتقالية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ماكرون المعلومات تقول بأنها بإعاز من جهة ما ونحن ندرك في المراحل الماضية أنه طابو تم تحت عليه ضغط كبير أن لا يتحدث ولكن هذه الرسالة رغم ما أثارتها في وسائل الإعلام الفرنسية إلا أنه لم يقترب منه أحد وهذه من بين المعلومات وأنا أقول لك هذه معلومات وصلتني أتمنى أن ينفيها إذا نفاها المعني بالأمر كريم طابو هذا الشأن وإذا لم ينفيها والتزم الصمت تبقى دائما سارية المفعول لأنها معلومات وصلت من مصادر لديها قريبة من هذه الدوائر المعنية بالأمر ونذكر أيضا أني ذكرت من قبل أنه أيضا في المجلس الرئاسي الذي كان خطط له توفيقه السعيد بوتفليقة وغيره أيضا هناك تم الاتصال بشخصيات وذكرنا بأنه حسب المعلومات التي توفرت لدينا أنا ذاك أنهم باتصلوا بمحمد العربي زيتوت المتواجد في لندن وهذه ذكرناها منذ أشهر لم ينفيها ولم يتحدث عنها ولم يكذبها زيتوت رغم أنها انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي لم أستمع إلا إذا كان فاها ولا أدري حسب متابعتي وبحثي في الموضوع أنه لم يتحدث عنها أما إما تجهلها أو أنه لا يريد أن يمكرها أو أنه عرفها حقيقة وفضل الصمت حتى لا يروج لها كما قد يتخيل وأنهم في الدخل اتصلوا بعض الشخصيات وذكرنا بأنه كريم طابو من بين الناس اللي اتصلوا به معناها في هذه الحالة أنه السيناريو الأول راه عود رجع معناها الناس اللي يتحدثوا عن عودة العصابة بقوة في السلطة مشهم غلطي ربما الرئيس بعدين راح يأتي الحديث على أنه ربما الرئيس دفع ثمن عودة العصابة وذكرت من قبل في أحد المداخلات أن هناك في محيط الرئيس من يحفر له قبره لو ترجعون إلى مداخلات قديمة قلت سواء في قسم الإعلام كذا كذا هناك من يكيد لرئيس الجمهورية وقلتها منذ مدة طويلة ولو تعودون إلى تلك الفيديوهات ستجدون في هذه القناة ستجدون ما قلته حين لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله